بسم الله الرحمن الرحيم بعض التلميحات السريعة عشان تسهل عليك الشغل طيب عشان الشغل بقى نضيف لازم يكون فيه تنصيق بين المصممين والمقابلين لو انت تشغال بيم والمصمم مفاصل تماما عن المقابل او المقابل فكده فيه بيش هتستفاد بالبيم يستفادة كاملة فلازم بقى فيه تنصيق بين المصممين والمقابلين ولازم نخطط بياناية المصمم يخطط مع المقابل التفاصيل نستخدم بيم ازاي ولازم نستخدم بيم من بداية المشروع للتصميم للبناء للتشغيل تمام وكل واحد يبعرف ايه المزايا والأهداف وان احنا عزينا نقلل الكلاشات وبقى فيه خطة اولية عشان ننظم الشغل بيدنا وبقى فيه بورتوكول نبدأ نشغل بيه ولازم الملك يبقى متشارك معنا في جماعة عن حق العملية كلها وفرير المشروع يبقى عارف ومخطط البيم ده وربطينه بالجدول الزمني ومزانية المشروع وطيب لو انت دروقتي عايز تشغل على برنامج جديد لازم تجربه بعيدة عن المشروع تمام لان انت ممكن يكون الحاجة الجديدة هتبوض حاجة او حتى بتعمل update لو انت شغل على عارفة 2014 ونزل عارفة 2015 بتيجي تعمل نطبيب تدرب فمتجربش على المشروع انت شغل فيه لأخده نسخة كوبية على جنب وتبدأ تجرب فيها ولو لاته بدون مشاكل خلاص الشغل على النسخة الأصلية بس تكون عندك بقب على جنب حاول قدر الامكان ان انت استخدم الاثبات والaddents اللي مفيدة جدا وتسهل عليك وقت كتير وحاول تشغل بالاختصارات الاختصارات بتوفر الأوقات حاول قدر الامكان حتى لو انت تجربت وبقيت بما نجرب بردو شغال بأيديك ويعني لو انت بعدت فترة عن اي برنامج بتنسيها مهما تكون خبرتك قبل كده ولازم تكون عارف كل حاجة في المشروع واهم ممكن تكون عارف زمالك في المشروع وتتعرف عليهم ويعني فيه صداقة وواد لان انت بتبعد معاهم وقتك طويل فلازم فيه علاقة صداقة واخوة بينكم وتتعاون معاهم وتتبع عارف نقطة القوة عند كل واحد عشان تتساعد منها واهم حاجة برضو الموضوع الامبليت بس الامبليت ده بيوفر وقت كتير جدا وبدمنك الشغل يطلع كويس في اقل وقت طيب لو احنا دخلنا بقى في شوية نصيح تكنيكل حاول قدر امكان ما تهتمش بشكل المبنى غير لما تكون قفلته وتأكدت ان شغل بتاعك سليم ما يكون مهم من الرندر قد ما مهم ان شغل بتاعك سليم ما يكونش فيه حاجة متقطعات يعني كون انت مظبط الاعمدة مع الحوايط الماتيريال مظبط الفيو رينج لكل المساقط مع كل عناصر بواب وشاوي بيك متأكد انها مضبوطة تشوف التخنات بتاع البلطات وعلاقاتها بالحوايط العاملة ازاي علاقة الشباك بالحوايط علاقة السقف المال بالحوايط كل حاجة دي لازم تهتم بها قبل ما تهتم بإظهار المبنى لو انت عايز تعمل منظور اهتم بالتفاصيل الدقيقة بدل ما تعمل منظور وفي الآخر تلاقي فيها مشاكل برضو لو انت عايز تعمل رسومات تنفيذية اهتم بالتفاصيل الاول وحاول القادر المكان انت تقفل الحوايط بعد تضع البلطات الخاصة بالدور يعني خلص دور دور وما تستعجل بالنسبة لموضوع التهنيجة بتاعت الريفت لو انت بش مطلوب منك شادو وزلال افلها طول ما انت شغال اي نوافق مفتوحة اي نوافق بش مفتوحة اي نوافق بش مفتوح حاول تكفلها المشاكل اللي هي موجودة في الانكويري ورنينج اوبشن ديت اي مشاكل موجودة حاول تحلها تمام؟ لو انت بتعمل تأكد ان انت بيش على view 3D تأكد ان انت على view 2D او plan او section لو ما تكتفل الملف حاول ان تتعمل قبل ما تكتفل الملف من الحاجة اللي بتأثر على ما في الريفت الكمبريكس جومتري استخدام ملتيبل براماتيك رياليشنز في برامتر كتير ومرتبطة بعض ده برضو بيأثر اللوحة الكاد لو انت نازل بريك افل الريفت تمام؟ ممكن تعمل الريسارت الكمبيوتر حسي بقرفش معك ده بيحرر ذاكرة بخليها أسرع بعيك لان في بعض العملات مهلكة الذاكرة زي البرينتنج زي الريندر زي اللكسورد الحاجات ديت لما انت تعمل مزامنة استخدم كومباكت ديت مرة مثلا كل شهر هو بيضغط المنف بس بيأخذ وقت أطول في عمل السنكولازيشة تمام؟ فلذلك هو الحفظ عادي أفضل من حيث انت مدعوضش وقت طويل في مدعوض السنكولازيشة بس كل فترة استخدم الامر دوت حاول انت لا تعملش استراد للأشكال غير ضررية مثل الهاتش الحاجات اللي هي مش محتاجها لا تستخدمه حاول لا تدخلش كات كتير غير ما يكون انت محتاجه ولو انت خلصته شيله تمام؟ يعني الموضوع الاكسرفات دوت حاول انت تقلله خالص الموضل لو عندك كبير حاول تتقسمه ابدأ شوف مثلا ان انت مع ماري ممكن تتقسمه عن طريق ايه؟ لو انت عندك كذا ممنى ما ينفعش باكتر من ممنى في نفس الملف كل الملف يحتوي على ممنى واحد تمام؟ ممكن تتقسمه حسب ما انت عايز ممكن تتقسمه حسب الادوار ممكن تتقسمه